اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل هذا المشكلة على تطبيقك الخاص ديسكورد من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نضغط على الضبط والإعدادات نقوم بالضغط عليه ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول للأسفل ثم نأتي إلى التطبيقات نقوم بالضغط عليها ثم نأتي إلى نافذة تطبيقات الخاصة نقوم بالنزول للأسفل أضغط على Discord ثم نأتي إلى نافذات معلومات التطبيق نقوم بالضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزول نأتي إلى مكان التخزين ثم نأتي إلى مسحى البيانات بعدها نأتي إلى مسحى التخزين المؤقت ثم سوف تقوم بإضفاء وتشغيل هاتفك الخاص لكي يقوم بتحديد التطبيق وحل مشكلتك على تطبيقك الخاص Discord وهنا نكون قد خمنا بالتعرف على هذه الطريقة الخاصة هنا لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله